ما يعني موضة العشرينات؟ يعني عم نحكي بالعشرينات يعني اليوم انا اذا بدي اعمل لوك اذا بدي اعمل هلدة بلوك العشرينات شو الفرق بين ال 22 و 23 و 27 في موضة العشرينات في 20's 40's 50's 60's صحيح صحيح اي مظهور وشفتي هالكيباد اللي عم نعملها وهالقصص مثلا نرجع بلوك الستينات مثلا نقول عطيك مارلين مورو هي حقبة ولكن في فترات للموضة انا بايمن اكتر من انه هلق دارج الاخضر امرار مثلا نشوف انه شو دارج هالسنه بقوله الاخضر والازرق والبنة والزهر والموف والالوان التراب ما بقفيله يعني عن رب اذا بتقرب يعني عددوا كل الالوان وين ال فهيدي انا ما بقدر ايمن فيها بقدر تفاصيل يعني مثلا الجلو مثلا جيلو تنقول جينيفر جينيفر لوبيز عملت هال افا الجلوسي والجلوي وهيك باواخر التسعينات لأول ألفين ودرج مثلا صحيح هايك شي يعني بتحسي انه دايما في بيوتي ايكن والنس بتلحقها بسام خبرنا عن علاقتك بالفنانات مين بيقصد؟ هايك تواهده هايك تواهده ولكن فيه اشخاص اذا بدك ملتزم هايك تواهده هايك تواهده هايك بتزم الفنان الأديرة الكبير اللي عن جد بوجه أilik برديه تحية كثير كبيرة يعني لانه اللو الل تتمتعه من اخلاق كتير حلوه من فعلا رقيب التعامل من وجه هيك بعبر و بوصلك شغلك بنكهة مختلفة من الاشخاص الملتزم فيهم كمان هي الفنانة اليسا اللي كمان وجه بعبر كتير و بيعطي بوصلك مثج و ايدنتيتي هوية هيك خاصة فيها بس كل شغلاني كمان و اشخاص يلي دايما يعني ملتزم بالتعامل معهم و بالباقي يعني اتعامل اذا بدك مع كل الفنانات ولكن الوقت ما بيسمح لانه هن كمان عندن التزامات و عندن حفلات و انا عندي التزامات فصعب انك فعلا تكون او تقدر تلب الجميع يعني بسام تخبرنا عن مشاريعك المستقبلية سمعنا عن فيديو كليب كمانا سمعنا عن لانشنج يمكن لبرودكت بيحمول اسم بسام فاتوه فيك تخبرنا شوي بلك هيك من خلال استعالي كوم كان يكون انتلاقة اول شي الفيديو اللي انطرح بالسوق العربي اجمالا و بالسوق الكويتي خاصة هو فيديو مش انا طرحه انا مني مسؤول عنه ابدا 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 و انطرح بالسوق بطريقة غير شرعية تماما في الفيديو انا جيت قبل عملت كذا سمينار او يعني دولة تدريبية اذا بدي لا سيدات مجتمع لناس اللون اهمية ولا اخصائيات تجميل بيشتغلوا بضمان التجميل والمكياج باللي كويتي واحتى و عملتش يمكنش اربعة او خمس دولات و كانوا الحمدلله يعني نشحين بطريقة اكتر بكتير انما انا كنت متوقع شكرا شكرا وتسلمي و واحدة هايدي الدورات طبعا المشتركات بما انه كانوا طبعا كان في شركة هي عمجي بما انه كان الفي يعني او الرسم ما كان خيص ابدا فبيطلع لها فيديو او دي فيدي لحتى هي ترجع تستعيد القصص اللي صارت وديمونسترات اللي صارت قدامه و للأسف يعني ادهزوا هايدي الفرصة اكيد مش المشتركات يمكن القائمين على الدورات و طبعوهم دي فيدي و نزلوا على السوق بطريقة غير شرعية هذا شيء كتير زعجني اول شيء لانه ما في ازني هاي اول شغلة تاني شغلة لانه في رداقة جدا بالصورة في رداقة جدا بالصوت يعني اليوم لما انا بدي اطرح دي فيدي اطرحه باكيد ببروداكشن كتير مهمة شرعي بامج توصل اللي انا بديه توصل الامج تبعي فغير انه ما شاء الله قاعي يعني كان فيها ثلاثين بنت او اكتر تعرفي مثل المدرسة كانت يعني عم بتسكتي هاي و عم بتجوبي هاي و عم يعني قصاص ببدل ما كان يجب تنزل للببليك و هذا شيء كتير كتير زعجني و يعني قدرنا شوية مسيطر عليه بس اللي صار صار كل عملي كتب احلم انه يكون في مستحضرات مكياج تشبهني تحمل اسمي انا اكون انا انا اكون راضي عنها وهذا الشيء الحمد لله الحمد لله يعني مبدئيا اقدر تحققه و انا يعني تقريبا يعني بإذن الله مبدئيا بين يعني بين عيد الفطر والعيد الكبير بهايدي الفترة ما عندي exact date بس بإذن الله اكيد بين هايدي الفترة رح يتم اللونشنج بي جميع الدول العربية هي makeup line بيحمل اسمي makeup limited بيشبهني makeup ما بيحير المرة makeup بيحسست كل سيدة اني كأني انا معا كأني انا عم بعطيها الadvice يعني خلقته او طورته استنادا على خبرة معينة بالmakeup بالسيدات بيحاجات السيدات يعني اليوم لما بتروحي ابسط شي بديك تشتري مثلا حمرة حمرة تنقول في كتير كتير تون احمر فبضيعي عملا لما بتعرفي فان انا طبعا خلال هالسين عرفت احلى توناليته بالاحمر واللي بتناسب تقريبا يعني مجوريته تبع ال skin tone وهيك منو تنقول خلقت هيدا اللون الاحمر وطورنا وصلنا بالاضافة لنصيحك الكتير يلي هلأ كنت عم بتخبرنا عنه نصيحتك الاخيرة لكل يلي عم يسمعك هلأ من خلال استعاليك من صبايا من سيدات بالكويت بالعالم العربي ويمكن بالعالم النصيحة الوحيدة او الموحدة الي بقدر وجهها لكل السيدات يعني هي انه يعني يبقلوا لأسف تفيل بيوتفل انه يحسوا حالا يعني يبقلوا بإحساس داخل لانه هن حلوين وصدقيني هيدا منو خلصفة ابدا انك تحس حالك حلوة كتير امور تصبط صحيح مارحة مرحة كتير امور يعني الجمال ولا مرة كان ولا عيون خضر ولا عيون سود ولا عيون كم كبير ولا صغير الجمال هو هيدا الارمونيا الجمال انك تهتم بحالك انك تحب حالك انك تحس بجمالك الجمال هو نظافة الجمال هو عناية الجمال هو حضور الجمال امرار بالنظرة او بالبسمة او بالسنان مظبوط يعني وقالك انه كان كتير ناس انظلموا يعني ولا مفي ستاليو تايب للجمال الجمال هو هيدا الخليط طبع كل شيء وكل انسان بهيدا العالم عنده شرب بمحل معين لازم يعرف يشتغل عليه ويبرسوك بسام نحنا منقلك اهلا وسهلا فيك بستعيلك ان شاء الله يارب تكون موفق وان شاء الله بيكون لنا لقاء تاني معك بيبقى لك ان شاء الله مسي كتير لقلك هيدا وهيدا شيء اكيد بيشرفني وبيسعدني مبسطة كتير ومن احلى يمكن الانتربيوز اللي عملون مسي لقلك اول شيء لادارة الرعاية بشكل عام لأسرة البروغرام ولكل العاملين مسي كتير مسي مسي كتير